شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية صباح اليوم ختام مسابقة وزارة الداخلية السادسة للقرآن الكريم بحضور سعادة رئيس الأمن العام ومعالي وكيل وزارة الداخلية وأكد معاليه أن تنظيم هذه المسابقة سنويا يأتي في إطار نهج جلالة الملك المعظم وجهود جلالته في خدمة الإسلام والعمل بشكل دائم على خدمة القرآن الكريم ورعاية حفاظه ومراكزه إيمانا بدور القرآن الكريم وأثره البالغ في تقويم المجتمع والحث على وحدة الكلمة وتكافل المجتمع لافتا إلى ما تحقق في عهد جلالة الملك المعظم من إنجازات في خدمة القرآن الكريم ورعاية جلالته سنويا مسابقة البحرين الكبرى للقرآن الكريم الأمر الذي كان له الفضل في تعزيز مكانة البحرين على خريطة العالم الإسلامي كما أشد معاليه بدور الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تعزيز الجهود الهادفة إلى خدمة القرآن الكريم ونشر تعاليمه السمحة من خلال توفير مقومات الدعم لمراكز حفظ القرآن وتدريس علومه وأشار معاليه إلى أن ختام مسابقة القرآن الكريم هذا العام في العشر الأواخر من شهر رمضان يحمل دلالات روحنية ومعاني دينية نبيلة من شأنها تكريس أهداف المسابقة وفي مقدمتها غرس القيام والمبادئ السامية حيث يمثل القرآن الكريم زادا معنويا لرجال الأمن خلال أدائهم وجباتهم مشيدا معاليه بالمشاركة الواسعة والمستوى الرفيع الذي ظهر به المشاركون في تصفيات المسابقة ومعربا عن تقديره لجهود الإدارة العامة للحراسات في الإعداد والتنظيم واتسمت المسابقة هذا العام بإقبال كبير من منسوبي الوزارة حيث شارك فيها أكثر من 210 مشاركين من مختلف الفئات وتميزت هذه النسخة باستحداث فرعين الأول خاص بأبناء منتسبي الوزارة والثاني للمستفيدين من العقوبات البديلة والسجون المفتوحة إلى جانب الفروع الأخرى والتي تتمثل في التلاوة والأذان وحفظ ثلاثة أجزاء والحديث الشريف وحفظ الإناث من جهته أشهد العقيد فيصل محسن العرجاني المشرف على المسابقة خلال كلمته أشهد بتعليمات معالي وزير الداخلية لتشجيع الكوادر البشرية وتعزيزها للارتقاء بالعلم والمعرفة في شتى المجالات معربا عن شكره لسعادة رئيس الأمن العام وأعضاء لجان التحكيم والتنظيم والمشاركين في المسابقة من ضباط وضباط صف ومدنيين وقد تفضل معالي الوزير بتكريم أوائل أفرع المسابقة وأبناء شهداء الواجب والمصابين المشاركين بالإضافة إلى أعضاء لجنتي التحكيم والتنظيم والإدارة الأكثر مشاركة معربا عن تمنياته للجميع بالتوفيق والسداد في خدمة الوطن ترجمة نانسي قنقر